سنبحث في هذا الموضوع فضيلة اسمحي لي هنا أن أستضيف ممثل المجلس الوطني الكردي في الاقتلاف السوري وعضو لجنة المفاوضات فؤاد عليكم سيد فؤاد مرحبا بك طالما أنك في اسطنبول لم تأتي بعد لكن كان هناك حديث كثير وتسريبات عن وفد رمزي من ثلاثة أشخاص من المفترض أن يحضر من أجل تسريع عملية حصولكم على الرد الذي ترغبون فيه من ديمستورا ومن الأمم المتحدة هذا الوفد ماذا حدث به هل وصل فعلا أم أن الفكرة كلها لم تعد قائمة تحياتي لكم وللمشاهدين تعرفون اتخذ قرار الوفد في الرياض من قبل الهيئة العليا للتفاوض وعلى أساس أن الوفد يتشكل من المكتب الإعلامي ونحن موجودون في اسطنبول القرار بالذهاب إلى جنيف متخذ من قبل الهيئة العليا ولا أعرف أن الوفد وصل إلى جنيف أم هم بالطائرة أم لا زالوا بالرياض لكن القرار اتخذ أن يذهب المكتب الإعلامي وهم الدكتور رياض نعسان آغا والدكتور سالم مصلط والدكتور منظر ماخوس أما هل وصلوا إلى جنيف أم لا هذا لا علم لي بي طيب ما الذي سيسعون للحصول عليه يعني موضوع الوفد تم حسمه لصالحكم كما أردتم وفد معارضة واحد يبقى موضوع الحكومة وموضوع وقف إطلاق النار ما الذي سيركز عليه هذا الوفد قبل أن تأتوا أعتقد منذ 15 يوم ونحن نحاول أن نفهم المجتمع الدولي سواء من خلال ديمستورا أو من خلال وزير الخارجي الأمريكي أو من خلال المجموعة الأوروبية أننا لا نستطيع أن نذهب إلى جنيف إذا لم يكن هناك جدوى العمل واضح وقبل الذهاب إلى جنيف نحن بحاجة إلى إجراءات حسنية أو إجراءات بناء الثقة وهي إجراءات بسيطة ومتواضعة وغير خاضعة للتفاوض هناك أطفال يموتون هناك الرجال يموتون من الجوع هناك ناس يأكلون الحشائش طلبنا أن يفكوا الحصار والتقديم الأغزية والحليب لهؤلاء الأطفال وهؤلاء المحاصرين هذا مطلب إنساني غير خاضر للتفاوض طالبنا بوقف القصف الروسي لأنه الآن هناك من يقول بأنه لو حضر الوفد وبدأ المباحثات في هذه النقطة تحديدا ربما سيكون الطرح أقوى من جنيف تحديدا في هذه النقطة التي لا تفاوض عليها كما ذكرت وأريد أن أسأل هل الوفد هناك ضغوط لتغيير الوفد لأن موسكو حتى اليوم تقول لا نريد مشاركة جيش الإسلام أو أحرار الشام في وفد المعارضة هل هذا الموضوع أيضا سيبحث من قبل هذه اللجنة الإعلامية التي جاءت طيب طيب أريد القول هل يحتاج وقف القصف الروسي إلى مشاورات تليفون من النظام الروسي إلى قيادتها العسكرية في مطار حميميم تنتهي القصف هل هذا يحتاج إلى مفاوضات هل ننتظر مفاوضات أسبوع كامل هل هذا الموضوع موضوع العالم يموت من الجوع هل يحتاج إلى حوار أسبوع هل تعرف كم واحد يموت من الجوع بعد أسبوع هذا الكلام غير واقعي هذا الكلام لا ينسجم مع الروح الإنسانية التي تبناها المجلس الأمن والأمم المتحدة هناك قرار 2254 والمادة 12 و13 يقول فورا تنفيذ كلمة فورا لا يحتاج إلى مفاوضات هون الجوهر المسلي كمان يساعدنا في إجراءات بناء الثقة أما بالنسبة لملاحظات الروسية حول تدخل بالوفد هذا مرفوض جملة وتفصيلا من قبل المعارضة نحن لم نتدخل في وفد النظام ولا نسمح لأي طرف أن يتدخل في تأسيس وفد المعارضة السورية لدينا وفد ولدينا أجندة ولدينا مواقف ولدينا خطة سياسية ولدينا ملفات نناقش عليها أما أن يحددوا لنا الوفد حسب مقاسهم فهذا أمر غير مقبول من قبل المعارضة تماما أيضا باختصار فقط لتوضيح هذه النقطة الوفد لكم المفاوض فيه سيد محمد علوش من جيش الإسلام وقف إطلاق النار أو وقف البراميل وكذا يقول الوفد الحكومي بأنه أيضا يستلزم أن يتعهد الطرف الآخر بأن لا ينتشر على الأرض عسكريا مقابل هذا الوقف وبالتالي هناك من يقول فعلا على الطرفين وقف إطلاق النار ولكن الأمم المتحدة تعمل على التوقيت ليس مناقشة ولا التفاوض وقف إطلاق النار يحتاج إلى نقاشات طويلة وقد تستغرق عدة أيام نحن لم نطالب بوقف إطلاق النار نحن نطالب بوقف قصف الطيران الروسي وقف إطلاق النار من بنود النقاش وبحاجة إلى خرائط جغرافية وتموضعات عسكرية وإلى آخره هذا يحتاج إلى تفاصيل وخبراء عسكريين نحن لم نفهم كلامنا غلط نقول وقف قصف الروسي للمناطق باعتبار روسيا تعتبر حالها حكما في الموضوع هي وأمريكا ومجموعة الدول لا يعقل أن يكون طرفا يعتبر نفسه حكم وهو الخصم نحن لم نطلب من نظام وقف إطلاق النار هذا يحتاج إلى مفاوضات وقد تستغرق هذه المفاوضات وقتا اتضحت الصورة أريد أن أسأل أيضا هناك على الفيسبوك لبعض المشاركين حديث عن أنه في نقاش الآن أصبح داخل اللجنة التي تم تشكيلها والوفد خصوصا ممن يتبعون هيئة التنسيق في تململ وفي إصرار لأنه نعرف أنه التصويت دائما يكون 12 إلى غير ذلك الجانب الطرف الذي يريد الذهاب ويؤيد الذهاب يهدد بربما الانسحاب من اللجنة العليا أو من اللجنة هل هذا صحيح؟ هل هناك نقاش في هذا الإطار داخل اللجنة؟ تعرفون سواء الاتلاف أو لجنة التنسيق أو مجموعة القاهرة أو مجموعة شخصيات مستقلة أو القوى أو الفصائل العسكرية كان هناك جدران بيننا ولم نتحاور كما يجب وكل حوارنا لم يتعدى 15 يوم أو شهر ولذلك لا بد من وجود تباين في الآراء وفي الاطروحات وإلى آخره لسنا النظام شمولي بإمكان شخصين أو ثلاث يقعدوا ليحددوا الأسماء خلال ساعتين أو ثلاث هذا واضح يعني ولذلك بالتأكيد هناك تباينات في وجهات نظر حول من نذهب أو لا نذهب إذا ذهبنا ماذا نقول وإذا لم نذهب ماذا نقول وإيجابيات الذهاب وسلبيات الذهاب كل هذه القضايا ضمن النقاش اللي يدور الآن ضمن الهيئة العليا للتفاوم ولكن أستطيع القول لا يوجد خلاف بمعنى الخلاف ويؤدي إلى نسف المعارضة لا هذا غير موجود نعم ولكن التباين في القراء موجود شكرا جزيلا لك وهذا حالة صحية طبيعيا والاختلاف موجود طبيعي طبيعي ولكن تقول الوحدة والتماسك موجود بين هذا الوافد شكرا جزيلا لك ممثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف السوري وعضو لجنة المفاوضات فؤاد عليك وتحدث إلينا من اسطنبول شكرا جزيلا لك